اشتركوا في القناة ومسار التعاون المشترك وسبل دعمه وتنميته في مختلف المجالات وذلك في إطار إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم الذين وقعهما البلدان وأعرب جلالة الملك المفدى القائد الأعلى عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في دفع علاقات البلدين إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر والعمل المشترك خدمة للمصالح المتبادلة منوها جلالته بأهمية البناء على إعلان تأييد السلام الموقع بين الجانبين لدعم جهود إحلال السلام وتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط وذلك من أجل خير ورخاء دولها وشعوبها وشعوب العالم كافة مباركا رعاه الله توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين الذي تم خلال هذه الزيارة وأكد جلالة العاهل المفدى القائد الأعلى خلال اللقاء أن نهج مملكة البحرين يرتكز على إرساء قيم التفاهم والحوار والتسامح والتعايش السلمي والذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب للسلام والنماء والازدهار وأن المملكة تدعم كافة المساعر الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم والشامل والتنمية والازدهار لصالح جميع دول وشعوب المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب معالي وزير الدفاع الإسرائيلي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مشيداً بمسار التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وما يليه جلالته من اهتمام وحرص على تنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين وتوقيع مذكرة التفاهم الذي تم هذا اليوم مؤكداً الحرص على تنمية علاقات الصداقة بين البلدين متمنياً لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر